السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه وحشتوني جدا يلا كلان صلي على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين دلوقتي بكل سهولة بمكالمة تليفون تقدر توصل لاي مطعم او سوبر ماركت او الجزار وخلافه وبعد كده تطلب الوردر بتاعك وفي ظرف وقت قليل بيكون الوردر وصل لحد بيتك فكرة الديليفري اللي غزت كل شيء فكرة ممتازة لتوفير الوقت والمجهود وكمان خلق وظايف للشباب وفعلا حرفيا الديليفري دخلت في كل المجالات حتى لو كنت عاوز تتبرع للجماعات الخيرية فبتلاقي ييجي لحد البيت عندك شخص ياخد منك التبرع وغيره وغيره من مجالات ما كناش نتخيلها انها توصل لها الديليفري ومع كل التطور في المطاعم مخلافه لوزيفة الديليفري قال انها على قد كده يعتبر مستحدثة في مصر يمكن كنا بنشوفها في اماكن معينة وفي مطاعم محددة ولكن دلوقتي حصل توصع في خدمة التوصيل طلبات للمنازل ومع بداية الفكرة ونشأتها فيقال ان بداية الفكرة كانت قبل 150 سنة وكانت في روما وكمان ممكن تكون في الهند الا ان فعلا اللي طور الوظيفة دي هم الامريكان فبعد الحرب العالمية التانية استحدثوا العربيات اللي كانت بتجرها الخيول وبدأوا انهم يكونوا نظام توصيل وشبكات لتوصيل الوجبات الساخنة للعائلات اللي فقدت منازلها في الحرب وكمان بدأوا في تطوير الفكرة مع الامريكان كانت المملكة المتحدة وابتدت تدريجي وظيفة الديليفري تكون مهمة واساسية في العالم وفي وقت الستينات والسبعينات كانت وظيفة الديليفري في مصر كانت محكومة لحد كبير يعني من الصعب انك تلاقي مثلا صيدلية بتوصل للبيت او السوبر ماركت ولكن بعض الاماكن كانت بتعملها بشكل ودي وللزباين المهمين بالنسبة لهم فعندك مثلا الخضري ممكن يبعت ابنه مع الزبون اللي واخد منه فكهة وخضار كتير فيبعت ولد صغير مع الزبون علشان يشيل معه الخضار وهكذا بتطبق الكلام ده على كل شيء لكن عندك مثلا وظيفة زي المكواجي فده من قديم الأزل فبتلاقي معاه صبي علشان يجيب ليه المكوى ويودي المكوى للزباين فده من الوظايف الملفتة للنظر إنها بتشخص ولد صغير في الوظيفة دي ومن زمان وبيعتمد على الصبي فده ممكن يكون ليه سبب وإن توفير صبي لنقل المكوى بيرجع إلى إن الوظيفة دي كانت بتتواجد بشكل كبير فمع وجود صبي في محل المكوى فده بيخلي أو بيجعل المكان ليه ميزة إن المكوى بتروح وبتيجي لحد البيت وده طبعا بيشكل سهولة للزباين وده طبعا عكس لو ما فيه صبي في محل المكوى فهتضطر إنك تروح بنفسك لقارب مكوى علشان تسلم وتستلم فهنا دور الصبي بيكون مهم جدا للزبون أو للعميل وكمان مع صاحب المحل وده فعلا اللي حصل بعد كده في كل المجالات إن وجود صبي سهل المعاملات بشكل أكبر لعد ما توسع المجال أكبر وبقى ديليفري وأصبحت خدمة توصيل الطلبات للمنازل من أهم الوظائف في مصر وفي العالم كله وكمان بتشكل تخفيف حمل لكبار السن اللي ما بيقدروش إنهم يقدروا إن هما يلبوا طلباتهم اليومية فهي وظيفة أساسية ولا يمكن طبعا الاستغناء عنها بس كده وصلنا لآخر حلقتنا يا ربي يكون موضوع الحلقة النهاردة عجبكم كتبولي رأيكم في التعليقات ولو حابين إن أتكلم عن مواضيع تانية كتبولي برضو وأنا أحاول إني أنا فزها إن شاء الله ودلوقتي أسيبكم في رعاية الله وأمده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته